نروح لأخبارنا النهاردة أو قبل أخبارنا كان في حكاية مهمة إنه هنلعب مباريات من الدوري وكأس الربطة خلال كأس العالم الناس سألت السؤال الأهم يا طرى يا هل طرى المباريات دي هتخش أو مواعدها هتخش في مباريات مهمة في كأس العالم ولا مباريات الدوري وكأس الربطة هتبقى مواعدها بعيدة عن مواعد مباريات كأس العالم إحنا مع زميل الأعزاء في فريد الإعداد جمنا لحضراتكم المواعد بتاعديه والمواعد بتاعديه عشان حراكة هتختار من دلوقتي هتتفرج عليه هنا ولا هنا بحسب اللي أنت عايز تعال نشوف المواعد يوم 23 نوفمبر هيبقى فيه الجولة الرابعة من الدوري المصري أنا بتكلمك دلوقتي دي المواعد اللي في الدوري وقت كأس العالم الجولة الرابعة من الدوري المصري فيوتشر ضد أسوان الساعة خمسة بيرامينز ضد البنك الأهلي الساعة خمسة مباراتين الساعة خمسة نفس اليوم بقى في كأس العالم اللي هيحصل أربع مبارات في كأس العالم المغرب ضد كرواتيا الساعة 12 ألمانيا ضد اليابان الساعة 3 أسبانيا ضد كوستاريكا الساعة 6 بلجيكا ضد كندا الساعة 9 يعني المباراتين بتاع الدوري هيخشوا بس في شوت واحد مع أسبانيا وكوستاريكا بس في شوت واحد مع أسبانيا وكوستاريكا يالله اللي بعده يوم خمسة وعشرين نوفمبر هيبقى فيه دوري 16 من كأس الرابطة بس ما تحددش موعدها وهيبقى فيه أربع مبارات في كأس العالم الجولة السنائية وزد إيران الساعة 12 طبعا ده مش هي يعني أكيد مش هيبقى فيه مبارات لكأس الرابطة في التوقيت ده قطر ضد السنغال الساعة 3 هولندا ضد الإكوادور الساعة 6 وانجلترا ضد أمريكا الساعة 9 برضو مش هيبقى فيه مبارات الساعة 9 هنا في مصر دوري 16 من كأس الرابطة برضو لسه ما تحددش معاده الوقت الساعة يعني ولكن هو يوم ستة وعشرين نوفمبر في نفس اليوم هيبقى فيه أربع مبارات في كأس العالم في نفس المواعيد الماضية تونس ضد استراليا الساعة 12 بولندا ضد السعودية الساعة 3 فرنسا ضد الديرمارك الساعة 6 والأرجنتيز ضد المكسيك الساعة 9 برضو يوم ستة وعشرين نوفمبر هيبقى فيه دوري 16 من كأس الرابطة دون تحديد المواعيد ولكن هيبقى فيه أيضاً أربع مباراة في كأس العالم الجولة الثانية اليابان وكستاريكا الساعة 3 بلجيكا ضد المغرب الساعة عفواً اليابان وكستاريكا الساعة 12 بلجيكا ضد المغرب الساعة 3 كرواتيا ضد كندا الساعة 6 وأسبانيا ضد ألمانيا الساعة 9 وده كده كده هتفرج عليه ودور الستاشر مش هيخش في مواعده الجولة الخامسة من الدول المصري حرص الحدود ضد بيرامج الساعة 2 أو الساعة 3 اللي روبا يوم 30 نوفمبر نفس اليوم نفس المعاد الساعة 3 اللي روبا ببنك الأهلي هيواجه أمبي وللتحالس جندري هيواجه غزل المحلة الساعة 7 طيب أول مباراة اللي هم الساعة 3 اللي روبا هيخشوا معنا في نفس اليوم دوت مع أسراليا والدرمارك اللي هو الساعة 3 تونس وفرنسا الساعة 12 هنفرج عليه عادي مش هيبقى فيه مباريات محلية وبولندا ضد الأرجنتين الساعة 6 هيعترض مع المباراة اللي معانا الساعة 7 في الدوري هيعترض معنا في شوط واحد والسعوداء والمكسيك مفيش مباراة تعترض بقاها الساعة 9 مساء يوم 1 ديسمبر الجولة الخامسة من الدوري المصري أسوان هيواجه فرقه الساعة 3 اللي روبا الداخلية ضد فيوتشر الساعة 3 اللي روبا والزمالك ضد المصري الساعة 7 ركز بقى في الزمالك ضد المصري عشان دي مواجهة مهمة جد الساعة 7 الحمد لله الحمد لله مفيش في كاس العالم مباراة الساعة 7 أربع مباراة في كاس العالم في نفس اليوم كرواتيا وبالجيك الساعة 5 كندا والمغرب الساعة 5 هيخلصوا الاتنين طبعا الساعة 7 نروح على مباراة الزمالك والمصري بعدما نخلص مباراة الزمالك والمصري الساعة 9 هيبقى فيه مباراة اليابان ضد أسبانيا الساعة 9 وكستريقة ضد ألمانيا الساعة 9 وبالمناسبة هم راعوا هذا الأمر وهم بيحطوا جدول الدولة في أثناء كاس العالم راعوا مواعيد كاس العالم إلا بعد أبتكلم عن رجلة المسابقات يوم 2 ديسمبر الجولة الخامسة من الدولة المصر إسماعيل هيواجه السموحة الساعة 3 للربع والمقاولين ضد سيراميكا كيلوباترا الساعة 3 للربع والأهل ضد طراء الجيش الساعة 7 مساء الإسماعيل واسموحة مش يبقى فيه مباراة طبعا بتعليدهم في كاس العالم والأهل ضد طراء الجيش تعال نشوف الساعة 7 نفس اليوم في كاس العالم ما فيش حاجة الساعة 7 وما فيش حاجة الساعة 3 للربع يعني أنت تخلص الإسماعيلي تخش على كوريا الجنوبية والبرتغال الساعة 5 وغانا والأرجوية الساعة 5 وتفرج على مباراة الأهلي وبعد كده سربيا والسويسرا الساعة 9 مساء والكاملون والبرازيل الساعة 9 مساء يوم سيدة ديسمبر الجولة الستة من الدوري المصري المصري هيواجه البنك الأهلي الساعة 3 للربع وهيبقى في نفس التوقيت مباراةين في كاس العالم نفس اليوم يعني أصبح الساعة 5 والساعة 9 يعني بعيد عن مباراة المصري والبنك الأهلي قلوا بالكم ما عاملين لمباراة 3 للربع عشان كده مش 3 في الدولي عشان تلاحة تفرج عن مباراة كاس العالم الجولة السابعة من الدولي المصري غزل محل وطلع الجيش الساعة 3 للربع نصف النهاء الثاني في كاس العالم هيبقى ساعة 9 مساء احنا بعيد تماما كله بعيد عن بعضه انا جبتلكم معايد دي النهاردة عشان تعرف انه مفيش تعارض تعارض كبير وواضح يعني غالبا مفيش مباراة تخسرها لا هنا ولا هنا لا في كاس العالم ولا في الدولي ولا في كاس الرابط ممكن تخسر شوت هنا وشوت هنا بالكتير بس مش تخسر مباراة مهمة طيب